مرحباً كما بكم في مدرسة على الهواء أهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء مرحباً نوها مرحباً كما تتحدثت شكراً طبعاً احنا خدنا الحلقات اللي فاتت اللي هو السابق الثاني لفاتوا اللي هم الحلقاتين اللي فاتوا اللي هي يونت وان بعنوان وخدنا طبعاً المنزل اللي هو واخدنا اللي هي المصطلحات المهمة جدا اللي احنا اخدناها برضو ورجعناها الحلقة اللي فاتت زي واخدنا الانواع الاسئلة اللي بتجيلكو في الاجزام زي واخدنا طبعا بعد الوارد بخصوص اللي هي وده الموضوع الرئيسي موجود في اللي هي وخدنا طبعا الاماكن المشهورة اللي هي السمق بي يعني بتكلم مع الاماكن المشهورة المقر؛ يعني حولك الي الي سأتت has unit 2 بعنوان at the restaurant يعني ا make the restaurant يعني في المطعم في المطعم دايما احنا نبتدي معاكم في الان وقت المحصة فطبعا هنعمل لها analysis الاناليسس يعني الاناليسس اللي هي تحليلات الـ conversation between one اللي هي الـ customer أو client واند اللي هي الـ waiter أو الـ waitress وبيبقى فيه main expressions اللي ده طبعا ان شاء الله هناخدها دلوقتي مع ميسس نوها وهي بتتكلم على الـ main topic بتاعها enter the restaurant يعني enter the restaurant inside the restaurant يعني جوه المطعب فهناخد expressions جديدة وهناخد اللي هو الـ teens اللي موجود الزمن طبعا وحناخد الـ difference between how many and how much دلوقتي مع ميسس نوها لنبدأ هلو افريبادي ان شاء الله بإذن الله احنا طبعا خلصنا مع بعض unit 1 اللي هو places we go الاماكن التي نذهب لها places we go قلنا places يعني اهم الاماكن اللي خدناها وكانت اهم الحاجات اللي خدناها خدنا bank school وخدنا barbers shop قلنا barbers shop when i want to get a haircut يعني اعمل حلقة كده معينة وحلقة اروح للهير كت بروح للبربرد shop خدنا كمان وقلنا ان barbers shop يعني حلاقه ده للـ four boys او من خدنا كمان library وخدنا كمان post office و train station وخدنا pavement دي البلايس اللي احنا خدناها خدنا كمان القطع اللي هي reading time كنا ياخدينها عن الـ ice cream history واخدناها الـ ice cream history in America خدنا كل ده خدنا الـ focus time بقى اللي هو الـ grammar بتاعنا كان على الـ preposition of places يعني الحروف الجر المكان كنا ياخدين in front of يعني امام و behind يعني بالخل وخدنا across from يعني فئة المقابل وخدنا كلمة اسمها beside يعني بجانب one near يعني بالقرب من و above يعني بالفوق خدنا حياة كتيرة جدا وخدنا الـ conversation time about the Egyptian museum المتحف المصري خدنا اسئلة كتيرة فيها وexpressions كتيرة زي مميس فاطمة مقالد النهاردة ان شاء الله بإذن الله نبدأ مع بعض unit 2 اللي هو at the restaurant at the restaurant يعني فيه المطعم الـ conversation time زي ما احنا متعودين بنبدأ بها هتكون ان شاء الله at the restaurant يعني فيه المطعم اكيد هكون between الـ waitress waitress اللي هي الجرسونة أو الـ waiter waiter for men يعني الرجال waitress for women نبدأ مع بعض الـ conversation time at the restaurant اوكي number one hello are you ready to order hello are you ready to order i think so i'll have a stick hello are you ready to order طبعا بدقين الـ conversation time question مهم جدا الـ waitress راح تقالت لهم hello بتراحب بهم greetings يعني وهتلهم are you ready to order يعني هل انت مستعد ان انت تطلب order هنا بمعنى طلب واردر بمعنى يطلب كمان تجي verb as a verb و as a noun i think so i'll have a stick i و double l ابا اصرف double l اللي هي الاختصار well يعني انا سوف اطلب i'll have او سوف اتناول i'll have a stick stick هنا معنى شريحة اللحم stick اللي هي شريحة اللحم يبقى هلو are you ready to order i think so i'll have a stick اوك ليه هنا ميسس نوها احنا وعناش are you ordering مثلا ليه ما خلنا هاش خلنا احنا عارفين طبعا اللي هو ده present continuous اللي هو مضارع مستمار فببجين وز is or are طبعا عشان جاينا بعد ready to ready to لازم يجي بعدها الverb في الامفينتف يعني وداوة الداشن بدون اضافات بحطه في صورته طبعية are you ready to order are you ready to order قال لها i think so انا اعتقد ان انا خلاص يعني هطلب الorder بتاعي وقلنا order هنا جاي بمعنى الطلب مش يطلب لم هي بتيجي بمعنى الطلب اللي هو النون او يطلب اللي هو الverb قال لها i think so i'll have a stick قلنا كلمة stick مش stick stick يعني شريحة اللحم هنا i'll have قلنا ان هنا بيكلم في الفيوتر يعني انا سوف اطلب عشان كده عملها في الفيوتر simple tense حطلنا will plus the infinitive i'll have وقلنا هنا هاف بقى احنا اخدناها بحاجات كتيرة جدا هاف بمعنى عنده او يمتلك او لديه وهنا جاي بمعنى يتناول وكنا واخدين هاف قبل كده في المرات اللي فاتت بمعنى يأكل اما اقول مثلا i have a cheese sandwich يعني بمعنى انا بتناول بأكل هنا جاي equal eat لو قلت i have a cup of coffee بمعنى drink يعني انا اتناول او اشرب cup of coffee هنا جاي i'll have a stick يعني انا سوف اطلب او انا سوف اتناول الا stick اللي هي شريحة اللحم يبقى كده كان فيه ال conversation between ال waitress waitress اللي هي الجارسونة هي في الاول قالت hello طبعا بيبقى ترحيب بيوم في الاول hello are you ready to order يعني هل انت مشتعد ان انت تطلب الطلب بتاعك قالها i think so i think ما ننساش ابدا i think so i'll have a stick اوكي number two دلوقتي طبعا are you ready to order مش شرط اللي هي تتقال في المطعم بس ممكن نغير احنا دي قاعدة اللي هي are you ready to اللي هو المصدر ممكن نقولها at any time في اي وقتة وفي اي occasion الشرط في المطعم احنا مناخد new expression ونحاول من نتعلم language ممكن فريق زامر نقول at the beginning of the episode بقولها are you ready to explain زاليسون يعني انت مهتمة او مستعدة لشرح الدرس فهي هتقول i think so i ready يعني are you ready يعني انا مستعدة يعني احنا مناخد كل اللي علينا ده هو main expressions مناخدها اللي احنا نقولها في الاوكيجن لكن انا ممكن اغير infinitive في المصدر ده لأي حاجة فهو ارد وقال i think so واعتقد ذلك اوكاي و اي لحافظتك فرد فقال rare medium or wisdom يعني rare اول حاجة كلمة rare لو احنا اخدناها كvocاب لو ضفنا لها ال y يعني نادرا rare معناها نادرا لكن هنا معناها rare يعني غير ناضج احنا دايما احنا هنا in egypt او في ال arab countries اللي هي في البلاد العربية دائما مناكل الاكل well done يعني well done يعني مستوي كويس فهو درجات اللي هي the degrees بتاعت الطعام او اللحم بتكون rare و medium well done لو انت روحت any restaurant anywhere في اي حتة بيكون انواع kinds kinds of meat يعني انواع اللحم بتكون في اللحم او السمك او اتسي او اللي هو الفيش فبيكون rare or medium or well done rare يعني ناضج غير ناضج medium يعني يعني في وسط خمسين في المية ناضج وفي اللي هي well done يعني مستوي جدا يعني مستوي جيد الطاهي لكن احنا اخدنا قبل كده كلمة well done بمعنى اللي هي حسنا او جيدا لو انت for example at school بتجاوب question صح فالميس بتقول لك well done يعني well done يعني equal excellent لكن لها كذا معنى يبقى لازم نركز في المعنى rare خدناها و medium خدناها يعني ايه وكلمة well done على حسب الإكسبريشون اللي موجودة فيه هنا عشان انا بتكلم على food عن الطعام أو الميت عمتا فاحنا بنستخدمها as equal equal اللي هي well done يعني ايه جيد الطعام لكن انا استخدمها at school أو anywhere في اي مكان انت معناها حسنا او جيدا فالرد وقال medium please and baked potato والذي من يقول baked potato انت اما بتروح اي مطعم بيكون فيه fries يعني fries اللي هي البطاطس اللي بيكون مقليا اسمها fries لكن هنا اسمها baked potato يعني baked potato يعني مامي اكيد في البيت بتعمل لنا سنيت بطاطس ازنيت البطاطس دي اسمها baked potato او البطاطس المطبوخة لكن كلمة baked لواحدها b-a-k-e بمعنى يغبز اوكي فمعناها هنا مش البطاطس المغبوزة انا مش هغبز للبطاطس لكن جد بايه معنى expression تاني اللي هي adjective يعني الصفة صفة اخرها بمعنى اللي هي مطبوخة فاحنا نشوف اللي هي شكل conversation ايه فاقول rare medium or medium مثلا medium please يعني هو اختار الوسط اللي هي medium يعني جيد السواء او اللي هو يعني 50% please and a baked potato يعني baked potato يعني بطاطس مطبوخ لكن medium ممكن تتقال في الاكل بس وانا انا ممكن اخدها مثلا كsize للكلوز لا طبعا ممكن تيجي كsize اللي هي طبعا medium او large large معنى كبيرة و small تنفع في size اللي هي المقاسات طبعا هم كده دلوقتي قالوا rare medium or well done يعني طبعا دي درجات سواء well done مستوية جدا ايه هو طلب medium السؤال اللي بعده بيبقى مهم جدا السؤال اللي بعده بيتكلم عن ايه how about a salad how about a salad عندنا كلمة how about هنا وقولنا ان how about قبل كده equal what about how about equal what about اللي اتنين بيجي بعدهم يا اما نون يعني اسم يا اما الverb plus energy يعني انا بس لو بعرض على حد حاجة اقول how about swimming ايه رأيك نروح نامل سباحة نسبح مع بعض يعني how about how about يجي بعدها يا اما نون يا اما ايجي بعدها الverb plus energy هي عندنا النهاردة جاء لنا في النون عشان كده بقولوا how about a salad يعني ايه رأيك في السلطة ايه رأيك تطلو بسلطة فيه expression ضريف جدا وهتحفظه معانا ان شاء الله النهاردة اللي هو sounds good sounds good sounds good يعني تبدو جيدة sounds لازم sound احنا عارفين sound لوحدها يعني صوت اي شيء صوت الانسان اسمه voice لكن اي شيء حوالينا صوت البس صوت الميوزيك صوت اي حاجة بتخبط اسمها sound sound يعني صوت هنا حطنا لها s لان احنا بنتكلم عن حاجة غير عاقلة هو بنتكلم عن السلطة فهقول it sounds good لكن هو في الexpressions العادية بتاتا تبقى sounds good على طول sounds good يعني تبدو جيدة كأنه بيقوله delicious او it's okay او i agree يبقى هو بيقوله how about salad ايه رأيك وقلنا ان how about equal what about واللي اتنين يا ايما ييجي بعديهم الverb plus the ing يا ايما ييجي بعديهم النون نون يعني اسم زي ما يالنا النهاردة لها how about salad ايه رأيك تطلب صلطة قال له sounds good نشوف number two معنا دلوقتي يا مستدنا انا خدمة sound بمعنا صوت و sound قلتي يبدو equal كلمة look يعني look احنا عارفين اللي look بمعنى ينظر اوكاي لكن هي بتساوي برضو ممكن هي جعلنا في ال conversation time looks ممكن نقول looks good او ممكن نقول looks delicious يعني على شرط احنا بندي برضو addition اضافة عندنا ما الشرط اللي انا بديك اللي هو التكس تتحفظه عشان قاطر يبقى عندك الدنيا فيها مرونة شوية smoothly في التعامل مع في foreigners او الاجانب فانت بتتعامل مع اللغة ممكن تشيل ايه وتحط ايه كلمة sounds احنا زي ما تكرمت دلوقتي قالت sound يعني صوت وما نضف لها s يعني مش معناها اصوات معناها sounds يعني يبدو equal كلمة looks وممكن اجاوب بكلمة good idea good idea يعني بتدي agreeing يعني agreeing الموافقة فهو اي سؤال what about او how about انت بترد عليه باي حاجة بتدي اللي هي agreeing ممكن تقول that's okay ممكن تقول I am agreeing ممكن تقول good idea فهو رد دلوقتي قال سؤال what's today's special يعني what's today's special ده خاص بقى بالمطعم احنا دينالكو دلوقتي conversation بتدي بنتكلم في اي occasion لكن ده الexpressions ده خاص بالمطعم what's today's special يعني ايه الexpressions ده كلمة what معناها ما او ماذا ask about something يعني بتسأل عن شيء misunderstanding يعني مش بيفهم for apostroph s يعني انا بسأل عن شيء singular طيب special ما اسمهش special اسمه special special يعني خاص what's today's special يعني what's today's يعني what's today's الاباسترف اس وكلمة today's يعني بتدل على الملكية اليوم النهاردة في ايه الطبق الخاص او ما equal ما هو الطبق الرئيسي او what's the main dash هي هي equal what's the main dash يعني انتو دايما في كل مطعم بيكون عامل اللي هي واجبة الرئيسية اللي بتكون available يعني ready اللي هي ready يعني جاهزة اللي هما يقدموها في اي وقت فعشان كده what's today's special يعني ما الطبق الرئيسي لديكم فردوا قال spaghetti and meatballs يعني spaghetti it is a kind of macaroni يعني ماكاروني نوع من انواع الماكاروني اللي احنا طبعا do you like spaghetti yes sure very much and meat too so do i ممكن اولا me too and so do i او انا كذلك and meatball كلمة meat اللحمة وكلمة ball يعني الكرة الكرة كرات اللحمة اللي هي كرات اللحمة اللي احنا ممكن نسميها اللي هي الكفتة مثلا الكفتة أو مش الكباب وليه علاقة برضو بالفود بالاكل وليه علاقة بالرسترانت مما اننا دلوقتي بنتكلم at the restaurant في المطعم يعني كان الكوستن بيقول what's today's special يعني ايه الطبق الرئيسي عندكو spaghetti and meatballs هو قال له i am in the mood for i am in the mood for يعني انا دلوقتي مزاجي او عندي مزاج دلوقتي ان انا اكل ايه spaghetti او meatballs ممكن انا اتكلم عن نفسي دلوقتي now i am in the mood for محشي i am in the mood for pizza and so on يبقى كل واحد جدا هو قاعد يجرب الاكسبريشن ده يقول انا نفسي اكل كذا دلوقتي mood يعني مزاج mood يعني مزاج اقول i am in the mood for يعني انا في mood دلوقتي او مزاجي دلوقتي ان انا اطلب كذا الاكسبريشن ده لطيف جدا هو دلوقتي بيتكلم at the restaurant في المطعم فلا اكيد لما هتكلم اقول i am in the mood for يبقى انا في mood كذا او مزاجي اطلب كذا اكيد هتكلم عن الاكل عشان كده هو بيقول له اوكي i am in the mood for spaghetti i'll have that يعني انا هاخد واحدة يبقى هنا عندنا كذا اكسبريشن كانوا مهمين جدا اول حاجة اللي هو what's today's special what's today's special يعني ايه الطبق الرئيسي عندكم دي خاصة بالايه بالrestaurant ثاني حاجة i am in the mood for في حاجة كمان اللي هي sound is good لما قالوا what about او how about a salad يعني ايه رائك تطلب سلطة قالوا sound is good وقالنا كمان السفات ما قلت لنا ان هي equal looks good او looks delicious وهي جايلنا كمان في الconversation time وكان السؤال الاول الرئيسي عشان لو ما تروح restaurant كده ممكن تتكلم بالانجليش حد يسألك are you ready to order يعني هل انت مستعد ان انت تطلب هو قال لها اول حاجة i think so i'll have a stick انت ممكن تطلب اي حاجة i'll have pizza i'll have apple pie and apple pie and so on يبا اول حاجة are you ready to order yes i'll have a stick ثانية حاجة what about a salad او how about a salad sound is good ثالث حاجة what's today's special الطبق الرئيسي meatballs spaghetti and meatballs اي حاجة طبعا ممكن نحط انبدل الاكل يعني مش لازم نحفظ بنفس الحاجة اللي احنا بنفهم ونبدل الكلمات ونعرف ايه حسب المواقف اخر حاجة بقى اللي هو i am in the mood for spaghetti يعني انا عندي مزاج الوقت اطلب spaghetti i'll have وقولنا دي طبعا it's a kind of macaron يعني نوع من انواع المكارونات i'll have that نشوفها هنا مع بعض good i am in the mood for spaghetti i'll have that i'll have that okay ميسيس فاطمة yes في طبعا اللي هي في منعمل اديشنة ميسيس نوها كلمة i am in the mood for ممكن اللي انا اقول دلوقتي مش شرط الاكل ممكن نقول i am اطلب في دماغنا انا وميسيس نوها بعد ما نخلص مثلا اللي احنا singing يعني نغني فنقول i am in the mood for singing يعني singing يعني انا في الشرط اللي انا المزاجي دلوقتي اللي انا اغني مش شرط الاكل ممكن انت مثلا انا حابب تجعل دماغك نفسك في حاجة او الدزير بتاعتك اللي انت تاكل حاجة تقول i am in the mood for ice cream i am in the mood for any food اي طعام لكن انا ممكن اعملها في اي اوكيجون تانية يعني الحاجة الفيلنس يعني الفيلنس اللي هو الشعور اي حاجة انت you want it يعني يعني بتوريتها فانتا تقول i am in the mood for طيب بيجيلي ازاي في الاجزام قول i am in the mood for ولا in ولا at طبعا عرفنا اللي هي expression على بعضه اللي هو i am in the mood for يبقى لازم ده expression على بعضه كلمة mood mood اصلا يعني مزاجة لكن moody يعني شخص moody يعني متقلب المزاج mood for لازم يجي وراها el gerund او الايه النون يبقى عرفت كلمة i am i بلازم verb to be يعني verb to be am او is او are ممكن مش شرط انا عن نفسي الوحدي اللي انا اقول i am in the mood for ممكن group of friends اللي هما مجموعة من ال friends من اصحاب يقولوا we are يبقى هي ال expression شكله ايه اللي هو الفاعل بلازم verb to be am او is او are بلازم من ال permanent اللي هي mood for مزاجي الى بلازم نون اللي انت هتعمل فهو طبعا هيرد باي حاجة اللي انت بالمود بتاعك اللي هي اللي انت حاب فيه اخر حاجة يقولوا here you are يعني here you are يعني تفضل الكلمة تفضل ديت مش شرط اللي هي تتقال فيه اي حاجة انت دلوقتي انا طلبت اي حاجة من اي حاجة انت at school او in the class اللي مستلبت منك حاجة فبتقول لها تفضلي here you are او your colleague يعني your colleague زميل اكتراب منه وانا تقال لك could you could i borrow your pencil فانت هتقول له تفضل اسمها here you are يبقى كلمة here you are عشان هي جابت ال order فقالت له تفضل here you are يعني تفضل لا it looks delicious نرجع هنا لكلام اللي احنا كنا منقوله كلمة looks هنا يعني equal sounds يعني sounds يعني تبدو it looks delicious بيجي وراها يعني بيجي وراها ايه ال adjective يعني ال adjective اللي بتصف الشيء ده او بتصف الايديا دي يعني الايديا انا شايفة اللي هي فكرة كويسة فاقول it looks good زي ما اخدناها من شوية فانا بتكلم على الطعام الطعام فاقول ايه ممكن نقول عليه good ممكن نقول عليه testy يعني testy مزقه كويس او ممكن نقول عليه delicious يعني نقول it looks it عايد على مين على الفود any kind of food اي نوع من انواع الطعام فا ممكن نقول it looks delicious او it sounds delicious it's see او اي adjective دلوقتي احنا عملنا analysis على السؤال ده اللي هي ال conversation واخدنا شرحناها مع ميسيناها اللي هي expressions طيب احنا ليه مناخد ال expressions دي عشان lesson and circle و lesson and complete بيجيل السؤال ازاي for example هيجيلنا طبعا يا ميسيس فاطمة ان شاء الله are you ready ازاي ايه مثلا ممكن كلمة زي ما حديك بتقولي كلمة ناصة وممكن كمان عشان هنا في expressions جديه زي sounds good او it looks delicious ممكن تجيلنا في ال underline كمان مش في lesson and complete بس اول سؤال lesson and circle lesson and circle بيجيل ازاي مثلا question لا هو هيجيلي question and two answers وهو طبعا التيتشر لما بيدخل هيقول لنا question as what مثلا هو بيدخل مثلا are you ready to order واحد كاتب مثلا I'll have a stick والاجابة الثانية I'll have spaghetti هو التيتشر هيدخل فيقول لك lesson and circle اللي هتسمعهم التيتشر هو اللي هتعمل عليه ال circle قال لك I'll have a stick ما تحلش من نفسك طبعا يعني ما تقولش لك هي جالنا في ال conversation time I'll have a stick يبقى انا اختار كزا لا يعني it's no way ان انت تحل ال question ده الوحدك اصلا لازم تنتظر التيتشر اللي داخل هو اللي هيقول لك لان ال question اسمه lesson and circle اسمع منه هو هيقول لك ايه واعمل علي انت هتسمعه circle افرد دخل وقال لك ايه are you ready to order yes I'll have a stick أو yes I'll have meatballs لا هو قال لك meatballs اعمل عليها circle هيجيل لك كمان بصورة تانية اللي هي lesson and complete اللي هو يجيلنا ال conversation كلها بيجيبها لنا كلها و just one word هي اللي missing يعني كلمة واحدة هي اللي نقصة يعني يقول لك مثلا مكتوب ال conversation مكتوب I am in the mood وشايل كلمة for مثلا وكاتب اسباجت أو I am in the mood for وشايل كلمة meatballs وبرضو انت مش هتكتب الكلمة الوحدة لازم التيتشر اللي داخل هو اللي يقول لك الكلمة تسمعها منه وبعد كده هتكتبها وطبعا لازم تكون في correct spelling يعني لان انت هتتحاسب على الكلام ده في ال question ده احيانا كمان يا ميسة فاطمة بتجيلنا في ال underline the correct underline the correct word يعني زي ما يا ميسة فاطمة كانت لسه بتقول مثلا لو جاب لي it وكاتب لي look ولا looking ولا looks وهاكذا طبعا it was delicious يجيلي مثلا sorry for interaction بص دلوقتي لو كتب R ومكتوب is ومكتوب am ده ده في ال underline في ال underline بيجي الشكل اللي احنا قلنا listen on circle لو احنا كتبنا مثلا مثلا السؤال ده قبل ما ناخد ال analysis على على اللي هو ال vocab لو كتبنا ده بيجيلي listen بيجيلي في ال underline لو قال لي R R ولا is R بالكابتل طبعا عشان ده سؤال ولا is ولا am ولا am وبعدين وبعدين كتبنا بعدية ready to ready to بعدها كلمة ready to after that ready ده طبعا between two brackets ياس مكتوب ready ready two two وبرضو open brackets فتحنا اقواس order ولا open مثلا ولا have وحطينا question mark اول حاجة هيبعي ناخد ايه طبعا احنا اخذينها are you ready طبعا are you ready to order وكونا اخذين هنا في ال conversation time طبعا احنا هنا are are you ready المفروض هنا في you are you ready to order yes could you write it please the missing word طبعا هنا you علشان كده احنا اخترنا all لان كان لازم نقول لان طبعا لو فيه هنا he أو she او ايه بتاخده is والآي بتاخده الام لكن لازم نقول are you ready ده احنا لسه واخدنا اول حاجة في ال conversation time are you ready to order لما ال waitress اللي هي الجرسونة يعني دخلوا تسألتهم are you ready to order ده اول question عندنا اصلا يعني قلما تروح كده restaurant in شاء الله ان امريكا وحد يدخل يسألك اكيد هيقولك hello are you ready to order ده اول question نتعلمه yes I'll have وقم كتب الحاجة او ايه الحاجة اللي انا هطلبها هنا كانت عندنا في ال conversation time I'll have a stick stick يعني شريحة اللحب يبه هنا جت لنا ال question علشان ال conversation time احنا بندرس اول احنا بندرس الانجلش عشان نستفيد منه وفي حياتنا العادية اصلا يعني مش عشان ال exam بس لكن الامتحان ممكن يجلنا في اي صورة ممكن يجلنا في الاندرلاين زي ما احنا لسه عاملين حالا ممكن يجلنا في lesson and complete واحنا قلناها ممكن يجلنا في lesson and circle وقلناها برضو ممكن عشان تعلمنا حاجات كتير at the restaurant وجلنا paragraph عن restaurant نعرف نتكلم عشان احنا عندنا حصيلة كلمات وعندنا شوية expressions كده نقدر نقولها at the restaurant واحنا بقى بنواجه الحياة عمتة ممكن نتعامل مع اي tourist او foreigners اجانب او سياح فنعرف نتكلم وعندنا expressions at the restaurant نبقى عندنا حصيلة كلمات في كل المجالات وكل المواقف في الحياة نقدر نستخدمها ان شاء الله نبدأ مع حديث بقى البوكاب اخدنا دلوقتي اللي هي الوقت المحاطة وعملنا analysis عليها دلوقتي هناخد حاجة اسمع البوكاب يعني البوكابلوري اللي هي الكلمات بقى الجديدة اللي احنا اخدناها وهنشرحها دلوقتي بالشكل يعني الشكل احنا جايبين photos او pictures صورة لشكل الحاجة ديها وهي الكلمة بمعناها تحتها عشان بيجيلي سؤال في الاجزام اسمه look and write يعني look and write انظر و write for sentence فانت عشان تعرف الكلمات دي لو جاتلي في pictures انت تقدر تكتب ايه تقدر تكتب اللي هي sentence using by using this word فعندي اول حاجة يا مستدناها كلمة stack what the meaning of stack اللي هو اللحم المشوي stack كلمة stack يعني شريحة من اللحم وفي عندي كلمة rare زي ما قلنا rare يعني غير ناضق و medium اللي هو جيد السواء او اللي هو وسط يعني اللي هو 50% زي ما قلنا وفي كلمة well done يعني well done اللي هو جيد سواء جدا كامل السواء طبعا احنا قلنا الكلام ده كله بالتفصيل بس برضو يعني look at the picture and you will understand يعني الكلمات كلها موجودة بالباكتش number two spaghetti it looks delicious طبعا مسيس فاطمة do you like spaghetti yes you speak about about meatballs I like it with meatballs with meatballs يعني it's so delicious اوكي عندنا كمان الميتبولز هي كرات اللحم طبعا مش محتاجين نقولك كده هي باينة اصلا فالباكتش اللي قدامنا spaghetti اللي هو الماكارونا it's a kind of macaroni في عندي أصلا باكتش بتاتو با كي اي مش سي كي فيه كاي اي ما فيش سيدي خالص سي عاماتج يعني مش موجودة با كي اي دي باكتش بتاتو يعني زين ما احنا شايفنا البطاطس المطبوخة not fries يعني مش فرايز مش مقرمشات في عندي الصالد صالدة يعني إحنا عارفينه وممكن نقولها about salad اللي هي بتيجي كaddition يعني addition في المقبلات الأبرتايز يعني ابرتايز كلمة أبرتايز يعني مقبلة الطعام يعني ممكن تكلها قبل الطعام أو معاها حاجة سماءه وممكن ناخد في الأبرتايز حاجة سماءه سوب يعني سوب الشربة شربت أي حاجة ممكن نقول اي نوع اي كائن من الشربة سوب اللي هي شربة لكن الصابون اللي هو اللي احنا نخصي بيه ادينا ده يبقى اسمه صاب لكن ديت اسمها سوب باكد بوتاتو سوب سالد اوكي اخر واحد دليشيز دليشيز وحتى بيين اوي ان هو مسك بيتزا وايه يعني ات سو دليشيز دي بتتقال غالبا يعني في معظم الوقت مع الفود ات لوكس دليشيز او ات ساوند دليشيز يعني بتبدو جيدة او لذيذة الطعم وعندي كمان كلمة مانيو مانيو اللي هي قائمة الطعم حتى موجودة عندنا هي لما بتروح اي مطعم انت بتطلب المانيو علشان تختار الحاجات اللي انت بتطلبها يبا كلمة دليشيز يعني لذيذ للطعم ومنو يعني قائمة الطعم فيك عندي كلمة ست ست ات تايبل كلمة ست اصلا يقلس يعني يقلس يعني يقلس على كرسي على اي اينيوير في اي مكان على الصوفة لكن ست ات تايبل هو هنا قال له ست ات تايبل اصدل انتوا تعودوا على تايبل يعني على اروند ايت يعني حواليها لكن في فرق بين ست ات هنا اصدل لعيلة او شخص ما بيقعد اروند ايت لكن ست اون بيقعد على فور اكزامل عندي زكات اصدل ست انجة اون زا تايبل في فرق في البربوزيشن هما حروف الجار في عندي بعديها كلمة بلايتس بلايتس ايه الفرق بين بلايت وديش كلمة بلايتس اللي هي الاطباق المسطحة يعني المسطحة اللي انا ممكن استخدمها اللي هو في الفوت في الاكل اللي انا ممكن اخد الاستك بلايتس الاطباق المسطحة وديش اللي انا ممكن اقطعها بالايتس بالسكين على اللي هي البلايتس اللي هي الطباق المسطحة لكن داش داش اللي هو الطبق الغوية اللي أنا I can put baked potato on it يعني أنا بحاطب باكتب 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 منه يعني جوه اللي هو الطبق العميق يعني وقاي ويتر وويترس قلنا بعد لكده إن ويتر ويتر اللي هو الجارسون اللي هو someone who works in the restaurant وعندي كلمة ويترس برضو someone لكن دايما بتيجي مع الفيميل اللي هو الوامن أو الويترس يعني الويترس اللي هي الجارسونة هيا someone برضو who works in the restaurant هنا ويتر اهو شايفين راجل وهنا الويترس اللي هي الفيميل ومن يعني لكن لو جينا ويت لوحدها يا ميس كفيربت معنا ينتظر فور اكزامبل انا مستنية مسوزنوها قبل الحلقة فأقولها I am waiting for you يعنيها منتظراكي wait for wait for يبقى فيه فرق لو ويت لوحدها دبلو اي اي تي معناها ينتظر يعني ينتظر شخص فور اكزامبل انت قاعد في البس ستيشان تقول I am waiting for the bus يعني انا مستني لإيه البس I am waiting for my friend انا مستني لإيه الفريند بتاعك لكن لو انا ضفت لها waiting I am G معناها الانتظار لو انا خلتها waiter ER هتطلعها ER بمعنى اللي هو النادل يعني النادل فور اميل اللي هو الرجل لكن waitress هتطلعها R E W S يعني waitress for a woman اللي هي السيدة النادلة دلوقتي معنا كلمة how about يعني how about بتيجي اللي هي اللي هي العرض يعني عرضي اي حاجة انا بأعرض عليكم مثلا how about أو what about how about مثلا سلد how about swimming how about مثلا playing football how about using the computer فالساوند اس جود يعني تبدو جيبة اللي هي equal looks good في كلمة I think so يعني كلمة I think so اللي هي I think so يعني اللي انا اعتقد ذلك يعني انا اعتقد ذلك بتدي الاجريند يعني الاجريند الموافقة على الشيء بتدي اكسبتنگ يعني اكسبتنج قبل الشيء فقال له where you are here you are في الاخر يعني اتفضل اوكي عندنا كمان دلوقتي الverbs احنا قلنا قبل كده عندنا اهم حاجة المين تنس عندنا النهاردة ان شاء الله بإذن الله والسنة دي في جريد سيكس ان شاء الله هيبقى الباس سامبل تنس الباس سامبل تنس عايزين نتكلم عنه سريعا كده قلنا باس يعني حاجة في الماضي حاجة في الماضي حاجة بدأت وانتهت في الماضي يعني زي ما سقول انا لعبت بالامس او انا شاهدت فيلم جديد او انا ذكرت او انا اكلت ايا كان يبقى حاجة حصلت بالامس او حصلت قبل كده في الماضي مش لازم نقامس طبعا حصلت قبل كده في الماضي واحنا الفعل بدأ وانتهى طيب احنا بنكونه ازاي في الانجلش احنا بنكونه بنحنا نحط الverb واجيب معايا اما دي اما اي دي اما اي دي وده اسمه regular verb يعني ايه regular verb يعني فعلة منتظم يعني ايه فعلة منتظم يعني نقدر نطبق عليه القاعدة القاعدة بتاعت اللي هو الماضي ان انا ازود دي او اي دي او اي اي دي طب في حاجة اسمها الirregular verb طبعا regular verb زي ايه play تبقى played watch watched wash washed help helped order ordered thank thanked لو حطيت اي دي حطيت close عشان اخرها اي اوما ازود الدي بس عشان كده في حالات كده معينة بزود الدي بس لما يكون الverb منتهب ال اي يعني الاساس عندي ان في الاخر يكون في دي في بعض الحالات بزود ال اي مش بزود بقى 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 بالويت بقى اي اي دي طب دي اسمها regular verb يعني الافعال المنتظمة يعني اقدر اطبق عليها القاعدة لكن في حاجة اسمها irregular verb يعني الافعال الشازة ايه هي الافعال الشازة دي لا انا مقدرش احصرها الافعال الشازة دي تحفظ كما هي لاني ما اقدرش اطبق عليها قاعدة يعني يعني مثلا نجايبلي verb go go يعني يذهب ال past بتاعه يبقى went اختلف تماما النقط بتاعه والشكل بتاعه والحروب بتاعه اختلفت تماما كلمة swim swim يعني يعوم تبقى swam اختلفت تماما take took put put lost lost حاجات كثيرة جدا مختلفة جدا فتحفظ كما هي ان شاء الله كل حلقة بإذن الله زي ما احنا بمتعودين مع بعض بيبقى فيه مجموعة من ال verbs كده الافعال بنجيب present وال past انت عندك في grade 6 بس الايه الجست اللي هو present اللي هو التصريف الاول للفعل او الحالة الاولى اللي هو المصدر الشكل الاول للفعل اللي هو بدون اي اضافات والحالة التانية اللي هي past sembletans احنا كل مرة عندنا يونت كامل احنا طبعا بنامقسمين اليونت كل مرة بنبقى جايب لك مجموعة من ال verbs الافعال وجايب لك ال past بتاعها تحفظ كما هي بقى وتبقى عارف معنا طبعا ايه الحاجات اللي هي بتنتهي بال d وال ed وال i ed انت طبعا ايه تلقائيا كل مرة هناخد مجموعة يبقى عندك حصينة من ال verbs الافعال تحفظها زي ما هي عندنا number one هنا دلوقتي كلمة order وكنا واخدينها اول حاجة في ال conversation are you ready to order لكن هي كتجيالنا في ال conversation بمعنى طلب او ال order الطلب بتاعك وانا قلت لكم هي تنفع as a noun يعني تنفع كاسم يعني اللي هي الطلب بتاعك وتنفع as a verb as a verb يعني كأنها فعلي زي كلمة order يعني يطلب i ordered مثلا i ordered a new mobile online بس هي جات are you ready to order يميز كverb عشان تبعديها to هي طبعا بتيجي كتو كنوان وكverb لكن هنا في ال expression جات after to لازم بعد to يجي ال infinitive يعني المصدر هنا معناها order اللي هو يقدم لكن هي طبعا في العادي في ال for example اللي أنا بسأل ميزة نوع what's your order ممكن أختصي خالص وأقولها what's your order هنا جات بمعنى noun لكن are you ready to order هل أنت مستعد أن تطلب أن تطلب هنا أجأدام فيه حرف الجر preposition to حرف الجر to فلازم يجي وراء infinitive يعني هي بتيجي بإثنين على حسب طبعا اللي هو ال expression المحطوطة فيه يبقى ال past اللي احنا تكلمنا regular و irregular regular اللي هو قلنا اخره D أو E D أو I E D اللي هو شكله يتغير تماما لكن أي زمن ليه عيلة أنت مثلا اسمك أحمد محمد اسمك عمر تامر الزمن زي ما قلنا بينقسم لفعلين regular و irregular لكن ليه عيلة أول ما أشوفها أنا أخذ بالزمن ده اسمها الkeywords الkeywords أول ما أشوفها at the end أو at the beginning of the word أو of the sentence في بداية الجملة أو في نهاية الكلمة الجملة أنا باخد الزمن إيه الكلمات اللي بتدل على past symbol اللي إحنا الميسس نوع لسه شرحة قالت آخره كذا وآخره كذا طب أخذوا إمتى ده أخذ الماضي البسيط إمتى ده أخذوا لما لقي كلمة this morning يعني this morning هذا الصباح دايما الامريكان أو البرتش أو بره بيعملوا معاملة الصباح فترة الصباح اللي هي past يعني past اللي هو ماضي يبقى كلمة this morning نكتبها مع بعض في عندي كمان كلمة last last السابق أو اللي فات نقولك last week last weekend last Saturday last year last month last مشتقتها اكتبها تاني معايا في عندي كلمة اللي هي in the past يعني in the past يعني في الماضي كلمة كمان اللي هي yesterday المشهورة جدا كلمة yesterday يعني الأمس أو البارحة وفي كمان نكتبها مع بعض وفي كمان كلمة اللي هي أي حاجة بتدل على past اللي هي كلمة before before يعني من قبل يبقى أكتب كلمة this morning يعني هذا الصباح ده بيدل على الباستر أول وعندنا ميسيس فاطمة اكسكيوز مي عندنا كمان كلمة ago عندنا كلمة ago دي بتدل جدا يعني انت طبعا عشان في grade 6 احنا طبعا نلوكم معلومات زيادة وميسيس فاطمة بطول معلومات زيادة لكن هي الحاجات اللي عندكم الغالبا اللي هي عندكم اللي هي yesterday last ago كلمة last بيجي معها كذا حاجة يعني اقول last week الاسبوع اللي فات او احدد يوم last friday يعني يوم الجمعة الفات last month الشهر الفات last year السنة الفات last summer الصف اللي فات مسلا i traveled to مسلا يبقى to alexandria هنا عندنا yesterday وlast واجو ويعني حاجة بسيطة جدا كلمة this morning in this morning طبعا طبعا دي بتدل على المط لان هي حاجة خلاص حصلت في اول اليوم لكن اهم كلمات عندكم yesterday last ago واجو بتيجي في اخر الجمعة اقول مثلا i said it two minutes ago انا قلت الكلام ده two minutes ago يعني قلتها منذ دقيقتين كلمة ago يعني منذ بيجي قبليها الوقت ويا غالبا بتيجي في اخر الجمعة هنكتب الكي ورد مع بعض عشان لو حد يقدر هو يصورهم بوزة موبايل عشان تبقى معاك اول ما تشوف الكلمات ده العيلة لازم اول ما تشوف هتاخد الزمن ده اول حاجة نكتبها كلمة yesterday انت ترجمها بقى اللي هي معناها البارحة او امس في كلمة ago يا مسيز نوع وكلمة last كلمة last السابق او اللي فات وقلت بيجي معاها حاجات كتير جدا last week last year last summer last بيجي معاها last month الشهر اللي فات last واقول الكتبة حاجات كتير جدا ايه فاقول last last week end مثلا الاجازة اللي فات يبقى yesterday وlast وكلمة ago وقلنا ago لها برضو علامة ان هي بيجي لنا في اخر الجملة وبييجي قبلها الزمن قبلها في زمن انا لسه كنت بتكلم two minutes ago او two years ago او three years ago او five weeks ago من خمس اسابيع فاتوا مثلا احنا كنا ايه في الاجازة مثلا طب انا عايز اقول yesterday بما اننا قلنا ان اجوبتي لازم تيجي في اخر الجملة وبيكون قبلها زمن كلمة بقى yesterday ينفع تيجي في اول الجملة وينفع تيجي في اخر الجملة اقول مثلا yesterday i watched a new film in the tv لكن ممكن اجيبها في الاغ اقول مثلا i watched a new film on the tv yesterday ينفع تيجيلي في اول الجملة وينفع تيجيلي في اخر الجملة الاثنين both are a correct الاثنين صح طبعا غالبا بتجيلينا في البنكتويشن عشان ساعات بتلغبطنا او في الري ارانج ري ارانج يعني احنا نركب فنبص على الحرف الاولاني لو لقينا الحرف الاولاني بتاع كلمة yesterday capital يبقى ابدأ بيها الجملة لقينا الحرف الاولاني مش capital يبقى احطها في اخر الجملة ولازم بيجي بعدها القما يعني القما اي كلمة اي كي ورد لأي زمن لو لقيت الحرف الاولاني capital زي ما تكلمنا عليها دلوقتي لازم بيجي بعدها كما يعني اي كما عشان اتكلمنا دلوقتي لسه اي لماذا اي لما اصدناها اللي احنا دخلنا اللي هو سؤال بانكتويشن فيها فلازم لو تبص الحرف الاولاني ده على حسب طبعا اللي السؤال هو عايز اي في الري ارانج ادام لقيت ري ارانج يبقى تحط في الحرف الاولاني ادام capital في دي اكتب بالكلمة الاولانية وبعدها تحط كما وبعدين تحط كما لو حتكتبها كمان في look and write ده بالنسبة الكلمات لازم نعيد عليهم تاني اللي هي this morning وكلمة yesterday وكلمة ago ago هي بتيجي في الاخر لكن لو جيب قبلها اللي هو الزمن جاء برضو بالكابتل جاء في ال a بس بتيجي ازاي مش شرط ممكن نقول two days ago لو جاءت هي في الاول كلها على بعدها المصطلح ده بيجي برضو بعدها كما زي الباقي جاء في الاخر تبقى برضو حطها في الاخر عادي على حسب الاولان بس لازم اشوف time قبلها لازم يجي الوقت المستغرق قبلها احدد اليوم احدد الساعة احدد المنت احدد الاسابيع السنين for example two days ago شفت انا احطتها في الاول two days ago I went to the cinema جاءت في الاول او ممكن نقولها بالعكس I went to the cinema two days ago على حسب الزمن ممكن نقول last week على حسب الحرف الاولان لقيت الحرف الاولاني اكتبها في الاول اقول last week I مثلا I visited my grandpa يعني انا زرت ايه جده او ممكن نقول I visited my grandpa last week another example ممكن نقول I I stayed at home انا اعدت في البيت in this morning يعني ايه في هذا الصباح يعني الصبح يبقى دي الكلمات اللي احنا بخلاصة خالص اللي هي عائلة الزمن يعني ايه عائلة الزمن الاول ما نشوفه اخد الفعل يأخرو ايديه يأخده اللي هو irregular اللي هو شكره بيضغير فالصحنا دلوقتي بنفض ال kinds اللي هي انواع الاخيرة ايه دي اللي هي analysis بالنسبة للايه لadd the restaurant في عندي cook cook يعني يطبخ بيتيجي معاها اللي هي cook لوحدها يعني يطبخ في الexamble on my mother cooked لأنا اتكلم فعل الماضي cooked the dinner او cooked the lunch دايما اللونش ممكن نجيبها الموضوع اللي هو مقبول بالعقد اللي هو مقبول بالعقل شوية نقول my mom cooked the lunch اللي هو عشان الغضب ينطبخ in مثلا two hours ago يعني منذ ساعتين يبقى cook cooked 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 not cooked بتطنتق t اي فربي بينته end with k ch s h بدايما اميجي انطقه اقول ta يعني لازم يا ولاد احنا ديس عارفينه ودرسناها لكن لازم تسمعه افرض المسطر اللي دخل ويقول لك listening بيتكلم سريع كويس فبقولك cooked يعني كوكت دي اللي بقى بيقولها دي قصدوك cooked اللي هي اللي انتو بتقولوها كوكت دي لكن هي اسمها cooked اي فعل اللي بينتهي بالk او sh او ch منقول زي watch watch ما اسمها watch يشاهد لو كنا انا اضفت لها ed اسمها watch it اوكاي لو ممكن ask ask wash washed مش washed اخرها ed لكن انا بنطقها t زي ما احنا منشوف على السلايد اللي معانا cooked cooked كوك يعني يطبخ لكن هي طبعا لو حطط لها er cooker البوتاجاز لو حطط لها ing اللي هي for example انا دلوقتي طالع في دماغي اللي احنا نضخ ده يبقى i am in the mood for cooking يعني انا حطبخ دلوقتي او ماذادي للطبخ فوكن نقول ايه the cooker the cooker اللي هو البوتاجاز to cook the food اوكاي وكلمة a cook يعني equal chaff اوكاي في كمان واتش لسا حضريك ايلاها watch watch it وخلاص احنا قلناها watch بمعنى يشاهد وطبعا غالبها بتيجي مع التيفي عندنا كمان rent rent يعني يؤجر الباست بتاعها rented الباست بتاعها rented يس يؤجر اللي هو يؤجر سيارة يؤجر عاكل اي حاجة كلمة دخلنا دلوقتي على irregular verbs يعني irregular ديات زي ما قلنا المرافات اللي انتو فكرتو الحلقة اللي فاتت كنا منقول كل واحد لي اسم دلع اهو برضو البرب دا اسم الدلع بتاعه شكل مختلف تماما زي ايه لو احنا شكلها بيختلف من present لل past زي قلنا eat ate swim swam drink drank think thought شايفين كلمة think اللي قدامنا على السلايد كلمة think يعني يفكر بتكلم على past بتاعها كلمة thought يعني فكر بالعربي وفيه لو احنا ادينا على irregular لو قلنا درينك drank swim swam eat eat run rain drive drive مثلا قلت كوت كوت دي كلها كاينز انواع من انواع اللي هي irregular يعني غير منتظم برضو في irregular ميسي سفاطمة جايب لي have و had وقلنا have بمعنى يتناول وبمعنى يأكل بمعنى عنده اولدي لي معاني كتير جدا الباست بتاعها هي طبعا irregular verb الباست بتاعها هاد فيه كمان drink ازا لسه ايلينا دلوقتي drink drank يشرب و drank شرب عندنا كمان لسه ايلين eat 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 بمعنى يأكل الباست بتاعها eat في عندي كمان bring ده في فربي جديد خالص bring يعني يحضر نقول احنا قاعدين دلوقتي على نفس التابل the same table نقول bring me a pan يعني bring me a pan يعني ديني او احضريلي pan لكن كلمة brought يعني حضر في الشغل العربي بقى العربي بتاعنا ممكن يكون فيه مستيك شوية هو في الماضي bring يحضر لكن الماضي بتاعها خليتها brought على نفس think الصوت على نفس catch code دي كلها على نفس الوزن والقفية يبقى كلمة bring يعني يحضر لو انت ممكن بتكلم زي اخوك تقول bring me some water يعني يديني شوية مية ممكن اغلا استردمها في الماضي my friends my friends اللي هم صحابي brought me presents last week or in my last birthday يعني في حفلة عيد ميلادي or on my اسمها on مش in sorry يبقى my friends brought me احضرولي هنا احضرولي خطا في الماضي on my birthday party يعني في حفلة عيد ميلادي يعني يعني يحضر وبروت حضر احنا قلناها قبل كده كتير اللي هي اللي هو عرض المساعدة طبعا الويترس لما جات لنا في اول ال conversation time وقالت هلو هل مستعد ان انت تطلب الطلب بتاعك يعني احنا كنا واخدينها دي وقلنا كلمنا عنها كتير عندنا كمان السجيش ميسي فاطمة زي how about yes how about السلاة اللي احنا مور obvious يام نوها لو احنا قلناه فور example بس لحضرتك how about swimming sounds good او it's a good idea او i'm agree ممكن نغيرها ونقول what's about what's about مثلا going to the cinema او كي good idea good i'll go with you sure او طب لو انا اتغيرتها وقلت حاجة عن الاكل شوية او الطعام how about ice cream sounds good or looks delicious يعني i like it very much يبقى على حسب الاوكيجان اللي هي المناسبة بتاعتها عندنا look how about a salat sounds good او looks delicious عندنا كمان كلمة likes لايك الحاجات الرغبات يعني رغبات كلمة like لوحدها يعني يحب فضفتلها اس مش معناها likes اللي هي جماعة verb like يعني الرغبة رغبة بتاعتك انت بتحب ايه او الحاجات اللي انت حبيبها فقاله good i am in the mood for for مش off طبعا ما فيش هو بس فيه mistaken for writing طبق i am in the mood for نشيل off دي خالص طبق for for اللي هي يعني اللي هي انا في مزاجي للإسباجتي او اي حاجة عندك كمان responding to a request لما هو قال له قال له طبعا جاب له الطلب لا respond يعني ايه يعني يا رد رد الطلب كان ايه انه هو جاب له الطلب بتاعه قال له here you are اي حد انت تطلب منه هيجيبها لك تقول له here you are here you are بمعنى اتفضل here you are بمعنى اتفضل اكيد الاجابة تبقى thank you it's delicious او thank you بس طبعا ممكن اطلب اي حاجة من ال class من ال students بتوعي اي حد يديني حاجة اقول له يقول لي here you are here you are يعني اتفضل يا ميس فانا اقول له thank you او thank you يبقى احنا كده خلصنا مع حضرتك language function ميس فاطمة نارضة تعيونة 2 1 احنا دلوقتي احنا دلوقتي خدنا يا ميس از نوه اللي هي at the restaurant يعني في المطعم احنا خدنا part 1 يعني part 1 اللي هو الجزء الاولاني الجزء الاولاني اللي احنا شرفناه مع ميس از نوه اللي هو conversation time وخدنا يعني 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 sound is good بمعنى يبدو جيدا طبعا equal looks delicious how about how about يعني ما رأيك what about okay spaghetti and meatballs spaghetti طبعا it's a kind of macaroni meatballs اللي هي كرات اللحم يعني اوكي وخدنا اللي هو pasta sample اللي انا اقولت زي verbat اللي احنا خدناها regular or irregular drink drink swim swim think thought eat eat ده كده اللي هو اللي احنا اخدناه نهارده وخدنا بعض الحاجات زي كلمة stack stack اللحم المشوي وخدنا meatball spaghetti دي انواع kinds of food خدنا كمان rare medium or well done درجات السواق درجات السواق في الطعام في الطعام في الاكت دي كلها حاجات موجودة خدناها في الconversation time add the restaurant يعني في المطعم او ممكن انا ممكن التايتل اللي هو عنوان الunit ممكن نقول add the restaurant او ممكن منقول in the restaurant in the restaurant طبعا ياس يعني اللي اتنين احنا منقول in the restaurant او add the restaurant الconversation time جمعناها الكو بي اللي هي قلنا ازاي عملنا analysis عليها قلنا ازاي المصطلحات اللي تبقى موجودة فيها وازاي كلمة what's today special I am in the mood for مش on or off وخدنا كمان كلمة how about مش how for or how from دي كلها الoffering هل بخدنا الحاجات دي كلها معاكم وطبعا في النهاية نشكر مسازنها نسي ريكي follow us ان شاء الله in another episode في حلقة جديدة ان شاء الله next Tuesday اللي هو الثلاثة الجايم from from 4 to 5 a.m p.m follow us say goodbye thank you